موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بك عزيز الطالب مرة أخرى في درس شيق لمادة الرياضيات اليوم عنوان درسنا سيكون عن الأعداد ثمانية وتسعة من ملزمة التهيئة اليوم سنتعلم كيف نعد مجموعة من الأشياء حتى تسعة وكيف نمثل العدد ثمانية وتسعة عن طريق الرسم ولكن قبل أن نبدأ عزيز الطالب تحتاج إلى ملزمة التهيئة قلمك الرصاص وألعاب أو مكعبات أو أقلام أو أي شيء موجود لديك في المنزل هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ لدينا صديق جميل لهذا اليوم يا ترى من هو؟ هيا لنتعرف عليه إنه راشد أهلا وسهلا بك يا راشد كيف حالك؟ راشد ولد جميل يحب أن يرتب ألعابه كل يوم عندما ينتهي من اللعب بها ويرتبها في خزانته خزانة الألعاب هل ترتب ألعابك يا صغيري؟ أحسنت بارك الله فيك رتب راشد ألعابه بهذه الطريقة في خزانة الألعاب ولكن يريد أن يعرف راشد يا ترى كم لعبة توجد في هذه الخزانة؟ هل نعدها معا؟ هيا لنعرف العدد الكلي للألعاب الموجودة لدينا هنا الدب كم قطعة عد سأحتاج حتى أعرف العدد الكلي؟ سأمثل الدب بقطعة عد واحدة واحد هيا ردد معي قل واحد أحسنت الكرة اثنان قطعة عد ثانية اثنان الشاحنة ثلاثة بارك الله فيك ثلاثة البطة أربعة أحسنت أربعة اللعبة خمسة أحسنت إنها خمسة الطائرة ستة ستة قطع عد الطبل سبعة أحسنت سبعة والسيارة ثمانية أحسنت إذا ما هو العدد الكلي للألعاب؟ ثمانية الآن نريد أن نمثل الألعاب في لوحة المربعات الجميلة هل تستطيع ذلك؟ أنا متأكدة أنك تستطيع ولكن يا صغيري امسك القلم بالطريقة الصحيحة ولا تنسى ذلك حتى تلون بطريقة صحيحة؟ هيا نلون معاً واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن لوننا ثمان مربعات لنمثل العدد الكلي لجميع الألعاب الآن ماذا يوجد أمامك؟ أحسنت يوجد أمامنا دببة ولكن يا ترى كيف أعرف العدد الكلي لهذه الدببة الجميلة؟ رائع عن طريق عدها هيا نعدها معاً هيا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن يوجد أمامي تسعة دببة يا ترى هل أستطيع أن أمثل هذه الدببة بقطع العدد كما فعلنا بالألعاب مثلناها بقطع العد؟ نعم نستطيع ذلك فأنت بطل هيا لنمثلها بقطع العد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة رائع إذن كم قطعة عدد يوجد أمامي؟ تسعة أحسنت يا بطل الآن كم مربعاً يا ترى سأحتاج لألون؟ رائع سأحتاج إلى تسعة مربعات هيا لنلون تسعة مربعات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أحسنت يوجد لدي الآن تسعة مربعات وبهذا الشكل عزيزي الطالب لقد حققنا هدفنا لهذا اليوم من خلال عد مجموعة من الأشياء حتى تسعة ومثلنا العددين ثمانية وتسعة لدينا الآن لحبة ممتعة سنلعبها سوياً هل تريد اللعب معي؟ هيا بنا نلعب سوياً هل أنت مستعد؟ هل أحضرت أدواتك وألعابك؟ سنستخدم الآن ألعابنا لنلعب سوياً أريد منك عزيزي الطالب أن تحضر لي ثمان ألعاب ثمانية ألعاب هل قمت بإحضار ثمانية ألعاب؟ هيا لنتأكد سوياً أنا أحضرت لكم أيضاً ثمانية ألعاب نعدها؟ هيا لنعدها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن يوجد لدي هنا ثمانية ألعاب أريد منكم الآن أن تقوموا بإحضار تسعة ألعاب هل تستطيع ذلك؟ هيا أرني أنا أيضاً أحضرت لكم تسعة ألعاب نعدها سوياً؟ هيا لنعدها سوياً واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وتسعة الآن جاء دورك عزيز الطالب لتقوم بالحل بمفردك عليك أن تفتح ملزمة التهيئة لتحل سؤال إثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة من صفحة ستة وعشرون وسبعة وعشرون بإمكانك يا عزيزي أن تقوم بإيقاف الفيديو وتحل بمفردك ومن ثم نتأكد من حلك سوياً أهلاً وسهلاً بك يا صغيري مرة أخرى الآن نريد أن نتأكد من حلك إن قمت بالحل بطريقة صحيحة أم لا يقول السؤال أتدرب ألون المربعات بحسب عدد الأشياء في كل صورة ماذا يوجد أمامي في هذه الصورة؟ رائع يوجد أمامي مجموعة من الدببة ولكن يا ترى كم عدد هذه الدببة؟ أنا لا أعرف عدها هل أنت تستطيع؟ هل تستطيع مساعدتي في ذلك؟ هيا لنعدها سوياً واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أحسنت يوجد أمامي تسعة دببة هل تستطيع الآن أن تخبرني كيف أقوم بتلوين المربعات؟ كم مربعاً سأقوم بتلوينه؟ رائع سأقوم بتلوين تسعة مربعات هيا نعدها سوياً واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن بهذه الطريقة قمنا بتلوين تسعة مربعات لنمثل عدد الدببة إذا قمت بالحل يا صغيري بطريقة صحيحة فتستحق وجها مبتسم هيا لنكمل ماذا يوجد أمامي في هذه الصورة؟ رائع يوجد أمامي هنا مجموعة من الكرات يا ترى كم عدد هذه الكرات؟ هيا لنعدها سوياً واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية يوجد لدي ثمانية كرات هيا لنلون المربعات بحسب عدد الكرات قمنا الآن بتلوين ثمانية مربعات لنعدها لنتأكد سوياً واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذا قمت يا صغيري بتلوين ثمانية مربعات فإنك تستحق وجها مبتسماً ماذا يوجد أمامنا هنا؟ رائع يوجد أمامنا مجموعة من الطائرات باللون الأحمر الجميل ولكن هل قمت بمعرفة عددها؟ هيا لنعدها سوياً واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أحسنت يوجد أمامي تسع طائرات هل قمت بتلوين المربعات في لوحة المربعات؟ هيا لنلون سوياً واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن لدي تسعة مربعات ملونة باللون الأزرق إذا قمت بالحل بطريقة صحيحة فتستحق يا صغيري وجها مبتسماً ماذا يوجد أمامنا الآن؟ رائع يوجد لدينا مجموعة من البطات هل تعرف يا صغيري كيف يكون صوت البطة؟ هيا أريد أن أسمع ذلك صوتك جميل ولكن يا ترى كم عدد البطات الموجودة أمامي؟ هيا لنعدها سوياً واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية يوجد لدي ثمان بطات كم مربعاً قمت بتلوينه؟ رائع قمنا بتلوين ثمان مربعات هل قمت بذلك؟ هيا لنعد سوياً المربعات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذا قمت يا صغيري بالحل بطريقة صحيحة فضع لنفسك وجهان مبتسماً هنا السؤال مختلف قليلاً عن الأسئلة السابقة لقد أعطاك لوحة المربعات ملونة وطلب منا أن نرسم أشكالاً بحسب عدد المربعات الملونة هل قمت بعد المربعات الوردية الموجودة أمامك؟ هيا لنعدها سوياً واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن يوجد لدي تسعة مربعات بأي شكل قمت برسمه؟ هل قمت برسم دوائر؟ أم قلوب؟ أم نجوم؟ ماذا قمت برسم؟ أنا هنا رسمت دوائر هيا لنعد تسعة دوائر مع بعضنا البعض واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن هنا قمت بتمثيل المربعات بأشكال وهي الدوائر إذا قمت يا صغيري بالحل بطريقة صحيحة فتستحق أيضاً وجهاً آخر جاء دورك الآن يا صغيري لتحل صفحة تسعة وعشرون سؤال اثنى عشر وثلاثة عشر ويطلب منك السؤال أن تعد النقاط ثم ترسم دوائر بعدد تلك النقاط لتمثلها بطريقة صحيحة هل قمت برسم الدوائر يا بطل؟ هيا لنعد ثوياً للنقاط لنمثلها برسم الدوائر 1-2-3-4-5-6-7-8-9 إذن يوجد لدينا في هذا المربع الأخضر تسعة نقاط إذن كم دائرة سأرسم؟ كم سأرسم؟ رائع سأرسم تسعة دوائر هيا لنرسم معاً تسعة دوائر 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ممتاز أنت أنت عبقري وفي المربع الأحمر يا ترى كم نقطة يوجد هنا؟ هيا لنعدها سوياً 1-2-3-4-5-6-7-8 إذن كم دائرة يجب عليك أن ترسم؟ بطل يجب عليك أن ترسم ثمان دوائر 1-2-3-4-5-6-7-8 أحسنت بارك الله فيك تستحق نجمة لامعة على عملك المتميز في هذا السؤال يطلب منك عزيزي الطالب أن تفتح صفحة ثلاثون وتقوم بحل هذا السؤال وتحوط القطع التي تحتوي على نفس عدد النقطة الحمراء في كل سؤال هل قمت بالحل يا صغيري؟ هيا لنتأكد سوياً يا ترى كم نقطة حمراء يوجد في هذه القطعة؟ أحسنت هنا لدي ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن في القطعة الأولى يوجد لدي ثمان نقطة حمراء وهنا في القطعة الثانية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أيضاً هنا يوجد لدي ثمانية وفي القطعة الأخيرة كم نقطة حمراء يا ترى يوجد لدي؟ هيا نعدها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أي القطع متشابهة في عدد النقاط الحمراء؟ رائع أحسنت يا عبقري إذن هذه القطعة يوجد بها ثمان نقاط حمراء وهذه القطعة يوجد بها ثمان نقاط حمراء وفي النهاية عزيزي الطالب لا تنسى أن تقوم بحل واجب اليوم من صفحة ثمانية وعشرون سؤال رقم ثمانية ومن صفحة تسعة وعشرون سؤال رقم أربعة عشر ومن صفحة ثلاثون سؤال ثمانية عشر وقم بمشاركة الواجب مع معلمتك في برنامج مايكروسوفت تيمز ألقاكم مرة أخرى يا صغاري وإلى اللقاء